يال الوقت الرحفي بضيطنا في الستوديو الإخصائي النفسي الدكتور عمر حلبي عشان نتكلم عن هالموضوع حياك الله دكتور حياك الله دكتور موضوع العلاقات السامة أو الشخص التوكسك قمنا نسمع عنه في الفترة الأخيرة يعني في السنوات الأخيرة قبل كانت موجودة أكيد هالعلاقات بس السمية أو المعنى السمية بشكل عام في العلاقات ما كنا نطريه بايد يعني في السنوات الأخيرة قمنا نتكلم عن العلاقات السامة هالشخص توكسك هالعلاقة توكسك خلو نبتعد عنها شو هي العلاقة بالسامة بشكل عام بكل تمام أول شي شكرا للإصلافة الكريمة وشكرا لطبعكم لهذا الموضوع المهم هل في نقطة أكيد العلاقات السامة أو التوكسك هي موجودة بحياتنا لكن بدي نوه في نقطة أنه أحيانا كثيرا يصيب في مبالغة يعني مو مثلا أي شخص زعجك أن تقول عنه خلص صار أنه هو توكسك أكيد لا ففي إلن صفات يعني الشخص التوكسك أو الشخص اللي هو بيعتبر سام للآخرين هو شخص يظهر الآخرين يظهر أنه هو بصيغة مثالية أنه هو بيحب الخير وبيحب النفع للآخرين هذا طبعا كله مظاهر وبينادي بشغلات الإيجابية يعني بيظهر لك أنه هو بالشخصية الرائعة لكن كيف نعرف نحن صفاته لهذا الشخص اللي هو مدعي المثالية ومدعي الأشياء الحميدة عنا أول شيء المبالغة في بدود الأفعال يعني أنت ممكن تغلط غلطة صغيرة بيعمل عليها انفجار لا هذا الشخص السام هذا التكلم عن العلاقة السامة كيف يسمون أنها العلاقة السامة شو ميزات العلاقة؟ بأصدق بين الشخصين تمام العلاقة السامة بيكون فيها استنزاف يعني فيه واحد يكون نسميه مصاص طاقة اللي هو والشخص الثاني اللي هو مستنزف مستنزف تماما يعني هذا الشخص الثاني هو مستنزف مستنزف دائما بيحس بعدم الأمان بيحس بعدم الاستقرار دائما تلاقي مشاعره ومخربطه نعم متعرض هو إلى ضغط نفسي من الشخص الثاني من الشخص الثاني وفيناك تقول أنه يتحكم فيه نعم والشخص اللي هو خلنا نقول المستنزف أو المستغل يكون مرتاح نفسيا ما عنده هالمشاكل لا الشخص أول شيء هو التكسيك السام هو أصلا عنده اضطرابات نفسية هو عنده اضطرابات نفسية هو أصلا لأنه الشخص الطبيعي لا تصرف في هذه التصرفات فهو شخص أناني يظهر بهذا المظهر الجميل قدام الناس ويخدع الناس بهذا الموضوع هو لا يعرف أنه شخص تكسيك صحيح؟ هو بينه وبين حاله يعرف لكنه لا يعترف لا يعترف يعني لو متواجه تقول له أنت كذا كذا بل لك لا أو أنت بارغ وكذا هاي المشكلة طيب غير أنه هو شخص مستغل هو شخص ياخذ ما يعطي هو شخص في النهاية يمثل أو يعطي شعور أو انطباع بالمثالية شو صفات الشخص التوكسيك أو الشخص سام تمام الشخص التوكسيك أو السام اللي هو يدعي المثالية والناس كثيرا تنخذع فيه لأنه مثلا فيه شخص ممكن تتشوفه لقيم هو من أول ما شفته أعطاك هذا الانطباع لكن هذا مشكلته لا هذا يعطيك الانطباع الحلو والكلام الحلو والمثالية والأخلاق الحميدة الظاهرة لكن عندما الشخص يتعامل معه عن قرب هم يطلع الصفات هو طبعا له صفات كتير خليلا نحكيش الصفات الأهم منه طلعك أواشي المبالغة في ردود الأفعال المبالغة في ردود الأفعال أي مبالغة في ردود الأفعال يعني مثلا إذا غضب مني مثلا ردة الفعل تكون عنيفة تمام عنيفة أنت مثلا ممكن تكون بكلمة صغيرة بشيء بفعل بسيط فهو ينفجر مثل البركان وغضب شديد جدا شو الهدف أنه ينفجر نفس البركان بحيث أنه يحسس الطرف الثاني بالذنب وبالتالي أنه يسيطر عليه صحيح نعم هو بيستغل يعني بيقدر يسيطر على الآخرين أنه أنت بشعور بالذنب أنت هي بتكون غلطة صغيرة ممكن يعني إن الشخص الطبيعي يبقى يعرف أنه أنا هاي غلطة صغيرة فهي لرد الفعل ترابدي يكون صغيرة يعني من نفس الحجم لتكون ضخمة كثير وانت زعجني وانفجارني وغضب وكذا فلو يصير الواحد عنده اضطراب داخل نفسي أنه يصير بحسبة أنه أنا بالمسؤولية بالذنب أنه أنا هذا الشخص أزيته بهذه الكلمة وبهذا التصرف اللي هو بسيط بس هو ذاك بضخمه شكرا شكرا والهدف أن يسيطر هالهدف الأول بيه أهداف ثانية؟ أكيد هو الهدف هو السيطرة الاستغلال هو أصلا شخص مصاص للطاقة هو بيستغل الآخرين حتى يحقق أهدافه وطبعا يعني من أحد كمان صفاته أنه هو ما بيراعي مشاعر الناس وما بيهمه احتياجاته أو مشاعره هو طبعا ظاهريا بيهتم لكن هو بطنيا ما بيهمه إلا نفسه ومثل ما قلت حضرتك قبل الهوى هو عنده الشخصية السايكوباتية طبعا ليس كل شخص السايكوباتي هو شخص توكسيك سايكوباتي للجمهور يعني هو شخص أناني فقط بيهمه مصلحته ها بعد من المصطلحات التي قلنا نسمعها في الفترة الأخيرة هو شخص السايكوباتي بتاعد عنه هو الشخص الأناني اللي همه بس مصلحته امام ومثل ما حكينا الشخص الأناني مو شرط يكون توكسيك بس التوكسيك هو أكيد شخص الهدف أنه يحسس الطرف الثاني بتأنيب الضمير وبالتالي أنه يسيطر عليه دائما أحسس الطرف الثاني أنه أنت مقصر وياي أنت ما تعطيني هو يتعمد هالشي هو يعرف أنه يتعمد هالشي والله هو طبيعة تجيب هو عنده ألعابه النفسية هاي من ضمن ألعابه النفسية أنه يحسس الآخرين بالزند وهنا مسؤولين عنه أنه أنا وساقت فيك أنا مسلمك حالي أنا أعطيتك مثلا أشياء محدة بيعرفها أعطيتك الأسباب اللي عندي فبيحسسه للشخص الثاني بالمسؤولي وبيحسسه بالزند هاي من أحد الأسائب النفسية بخداع الآخرين والسيطرة عليهم شو الصفات الثانية اللي يكون يتميز فيها مثلا الشخص التوكسيك التوكسيك الردات الفعل والمبالغ فيها الحاجة المستمرة للاهتمام وطبعا لازم أنه أنت كل فترة تحكي معه تصبح عليه تاخده لأنه ما هتميت فيه بلك أنه أنت ما عاد هتميت فيني هل أنا مساء مأثر معك كمان هون بيحسسك بالزند حتى بالموضوع الاهتمام فأنت تحس أنك أنت مجبر أنك تهتم فيه بشان ما تشعر بشعور الذنب وبالتالي الاهتمام يكون إياي مش من حاجة الشخص أن يهتم فيه بس أنا أخاف من أن يلوم تماما تماما صحيح تماما أي فحكينا أول شي أنه عنده وعنده النقطة الثالثة التناقض المستمر أنه شخص متناقض مع ذاته يعني تسمع أقوال مثلا قبل يومين بعد ثلاثة أيام يحكي لك أقوال ثانية فأنت بتجي بتقوله أنه قبل يومين حكيت لا إنت نسيان في تناقض في ما عنده المبدأ في تناقض بالأقوال وبالأفعال فأنت بتشوف دائما تناقضات وما بتقدر أنك أنت تواجه أنه بس تواجه بيقول لك أنه حكيت أن هذا الشي كنت تعبان فدائما هو بقدر ينفذ حاله عنده مهرب عنده مهرب أنه لا أنا ما عندي تناقض بس أنت متأكد مية بالمية أنه عنده تناقض بين أقوال وأفعال وحتى بأقوال نفسه بغيره كل فترة في علامات ثانية للشخص السام تماما حكينا أنه شخص أناني مستغل للآخرين شخص عنده تناقضات مستمرة بأقواله وأفعاله والحاجة المستمرة للاهتمام حكينا عليها وأيضا عدم الاهتمام بمشاعر الآخرين رغم ظهاره لأكس هذا الشيء يعني هو بشكل عام شخص ظاهريا هو يظهر بمظهر المثالية والروعة لكن باطنيا هو فقط مستغل للآخرين لتحقيق الأجندة أو أهدافه اللي هو بده يصل جميل إذن ما هو بوادر البوادر الأولى أن نحس فيها أن هذا الشخص توكسيك أو شخص سام تمام لأن أنت قلت الدكتور أنه في البداية لا يكون شيء يبدأ بمثالية بعدين يصير التحول تمام ما هو البوادر الأولى البوادر أنه يبدأ أنه يدخل بالخصوصيات الآخرين الحدود الشخصية يكسرها بإيضاك مثلا شو أكل تمبارح نعمين يظل يفوت معك بأسئلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحتى يعرف عنك معلوماتك الخاصة فهو يدخل بخصوصيات الآخرين طبعا هناك منهم بذكاء ويسألك بشكل مباشر لكن نقول الأغلبية بطريقة ذكية حتى يقدر يجمع عنك المعلومات الكافية لحتى يعرف يعرف أين المدخل يدخل عليك تماما ساذي الشخص السام هو سام مع الجميع والله سام بس مع أشخاص معينين وحاط انتظار تماما سؤال كتير مهم هل هو سام مع الآخرين هو شخص رائع مع الآخرين وسام مع الأشخاص اللي يعرف أنه أنا مصلحتي مع هدول يعني أنا مصلحتي مع فلان وفلان وفلان فأنا هدول بدي يدخل معهم بعلاقة قوية طبع العلاقة قوية يعني هي علاقة استغلال حتى ينفزو له الأهداف اللي عنده لكن الآخرين هنا بشوفوه بالمظهر الجميل والرائع والمثالي فاللي بتعاشر معه هو يعرف أنه شخص توكسيك بس الآخرين يعني إذا كان قليلا أول بيئة عمل هو بهمه مثلا شخصي أو ثلاثة إذا كان موظفين خمسين بقايا ما بهم بباب وحيظهر المظهر المثالية لكن ما بحيشوف التوكسيك غير الناس اللي روحاتكم أهداف تماما نعم كيف يختار أهدافه كيف يختار أهدافه الشخص التوكسيك ما هو بيشوف أنه أنا بديدخل على هاي الشركة شو الأهداف اللي عندي واحد اثنين ثلاثة مين ممكن يحقق لياها فلان وفلان وفلان فبيدخل مو دام طرينا الشركات كيف يكون أو يكون الشخص التوكسيك أو العلاقات التوكسيك في العمل تحديدا في العمل في العمل تماما في العمل هو بيتقرب من الناس اللي هنا بيحققوا كل مصلحة تبعته وبعدين مثل ما خبرتك بيفوت على شخصيته وبدأ يسأل أسئلة خاصة وبطريقة مباشرة غير مباشرة حتى يعرف وين المفاتيح تبعه وبعدين بيبدأ معه بهذه العلاقة السانية طبعا الضعف وهي عنده هو اللعيب هاي النفسية شوف وين هذا الشخص مثلا أخلاقه عالية بأنبو ضميره كيف يفوت من هنا هذا الشخص مثلا مدخله من نقطة تانية يفوت من هنا فهو شخص متلاعب وذكي وبيعرف كيف يدخل على الآخرين كيف يدخل مع الآخرين بحظ أنه يختار الأشخاص شوي طيبين نوعا تماما تماما وبيختار الأشخاص الطيبين واللي مثلا بقولوا عندهم أخلاق عالية لأن الشخص الأخلاق العادي اللي ما عنده مثلا تعنيم ضمير كتير وكذا هذا ما بيشتغل معه الشخص الطيب اللي عنده أخلاق عالي هذا إيه لأنه بيعرف أنه ضمير سيعزبه سيعزب المسؤولية تجاهه في حدود أنا عارف أنه الشخص طيب وانا بدأت هي العلاقة التوكسك أو هالأمور التوكسك أو الأمور السالمة لكن أنا أحس أن ممكن أن هالشخص في يوم من الأيام وفي مرحلة من المراحل أنه ممكن هو لا خلص سيوصل لمرحلة لا أنا ما بيعطيك مجال أكثر في حدود لهالشي تمام هو الشخص ليش علاقات التوكسك الواحد يتعافى منه في تاخد وقت طويل لأنه هي ما لها مثلا علاقة برجع للحالة المثالية وبرجع بيعامله منيح بعدين بس يتمكن برجع للتوكسك فهو دائما بين مده جزر مده جزر ما بيخلي الواحد يبعد بالطريقة أنه خلص أنا نزعجت معه بدي يكمل لا بس يشوف الشخص بقعد برجع للحالة الجميلة معه بعمله الشيء اللي هو بديها بس يرجع يتمكن منه برجع حالة التوكسك فهو دائما بين مده جزر بين مده جزر كيف تكون العلاقات التوكسك عاطفيا تماما العلاقات التوكسك العاطفية كمان يكون شخص يرتبط بشخص ثاني يكون هذا الشخص سام يكون الشخص الثاني يريد أنه هكيد العلاقات التوكسك لموضوع الارتباط يكون فيه الزواج مصلحة يعني ترتبط مثلا إنسانة بالشخص أو بالعكس يعرف أنه هذا الشخص فيه من وراء مصلحة إذا ارتبطت فيه رح أخذ شخص مرتاح ماديا عنده مثلا علاقات ممتازة بس ارتبط بهذا الشخص رح يوصني للهدف تبعي اللي هو خلينا نعطي مثال يعني إنسانة بدأت فوت بموضوع التمثيل فيختارت مخرج هذا المخرج إذا ارتبطت فيه رح يحقق لهدف بالحياة أن تفوت لعالم التمثيل أو بفوت من المسلسلات وهي بتختار الشخص اللي بدأت ترتبط فيه إنه يحقق الأهداف اللي هي بدأت توصل له نعم نزان نحن أو بالعكس أو بالعكس الموضوع إنه الأساس في المصلحة بشكل عام نعم جميل نزان لماذا نشوف ببعض الأشخاص يعرفون إنه الشخص تكسيك أو الشخص ومع ذلك هم مستمرين تماما طبعا للأسف فنشوف هذا الشيء بمجتمع لأنه هي علاقة تكسيك بسوء ما له قادر يطلع أول شيء الحاجة الاقتصادية ممكن يكون هذا الشخص مثلا قوي ماديا أو قوي بمنصب أو سلطة أو أي شيء فهو ما رح يقدر يطلع بلكن أنا بحاجته أنا بتحمله بس أنا بحاجته لهذا الشخص الحاجة الاقتصادية السبب الأول اثنين فيه معتقدات فيه ناس نشأوا عندهم معتقدات خاطئة أنه كل العلاقات هي فيها مشاكل أوكي هاي اللي أنا عايش فيها هي موجودة فيها مشاكل متبائي العلاقات النقطة الثالثة يكون الشخص هذا عنده يعني مثلا مشاكل ثقة بالنفس أو مشاكل بالشخصية فبيجي هذا الشخص السام أو التوكسيك يعزز له هاي الشيء اللي هو جواته يعني مثلا هو عنده ثقة بالنفس هذاك يظل ورجين أنه أنت عندك مشاكل الثقة بالنفس لهالسبب ممكن نحس أنه في بعض الناس يلجأون أو يتمون مع هالأشخاص بثبت أنهم حاولون قدر الإمكان يثبتون لا أنا شخصيتي قوية تماما أنا ترى أنت اللي يارس تنتقدني فيه لا هالشي مش فيني تماما هو مش واثق من نفسه يبقى إثبات صح صح هو يجعله دائما أنه يثبت له أنه لا أنا عندي ثقة بالنفس أنا عندي هي ألعاب نفسية على الشخص يعرف كيف يتلعب فيها تماما النقطة اللي بعد هيك هو موضوع العلاقات الوالدين هاي مشكلة كبيرة يعني ما ينشأ الشخص بجو عائلي مثلا الأب والأم دائما هو في مشاكل وخناء أو فيه انفصال صار فهذا الوالد لما نشأ في هذه العائلة نشأ أنه في عائلة أنه نزلت عنده بالعقل الباطن أنه العلاقات أنه هي فيها مشاكل فيها دائما فيها عدم راحة وخصوص هي إذا كانت العائلة النشأ فيها أنه دائما يتطلبون أنه أنه لازم ترضينا لازم تحقق كل شي بدنا فيها أحيانا نتلاقي عائلات فإذا هو نشأ في هذه العائلة أكيد العواعي سيختار شخص توكسيك مثل ما هو متخيل أنه العلاقات هي لازم تكون نحن عندنا مشكلة ليس الطراب نفسي بس الشخص التوكسيك في الشخص يتحمل ومستمر بالنفس معتقدات خاطئة عن المجتمع في المصطلحات النفسية بشكل عام فيها نوع من اللبس مثلا عندنا التوكسيك وبعض الناس توصف أحيانا أنها الشخص نرجسي فشو الفرق بين الشخص النرجسي أو النرجسية والعلاقة السامة بشكل عام أو الشخص السام تحديدا تمام هذا الشخص النرجسي هو شخص ظاهر يعني بيظهر هذا الشخص أذكى من الشخص النرجسي يعني فينا نسميه الشخص التوكسيك هو بالقمة يعني الشخص التوكسيك هو شخص نرجسي بس الشخص النرجسي مش يكون عنده نفس صفات التوكسيك لأن الشخص التوكسيك السام هو شخص ذكي وعنده علعيب نفسية كبيرة تمام يعني هو أكتر من الشخص النرجسية الشخص النرجسية يعني كل آتنا بنعرف وحكي ونحكي عننا حلقات كتير فالشخص التوكسيك هو أذكى منه فالأسف يعني الععيب النفسية هو بتلاقي عنده موجود عنده باللاوعي لأنه هي اضطرابات شخصية موجودة نحن حاليا مثلا في علاقة سواء في العمل أو في العاطفة مع شخص التوكسيك هل هناك أمل أن تتحسن أو يتحسن الشخص ما هي الحلول يعني هل يتمتي أو فيه طريقة مثلا ممكن نتعامل معه أو مثلا خلنا نقول الشخص اللي هو الضحية ممكن يسوي طريقة معينة أن يصلح فيها الشخص السام خلنا نقول تمام هلأ أنا بس يعني الشخص الناس اللي عم تسمعني أنا بس شوف هذا الشخص بلاش يدخل الرسوسيات يسألني بطريقة غير مباشرة فممكن أعرف أنه هذا الشخص يحاول سيطر عليك اي حاول سيطر عليك من أول المشكل صارت مثلا أنه يلومني ويطلعني أنه أنا غلطان بشكل مبالغ فيه فقلاص أعرف أن هذا الشخص توقف فأول نصيحة أول شي الناس اللي طورا تبدأ تفوت بخصوصياتك وبطريقة غير مباشرة بطريقة خبيثة أو متعرف عنك أي معلومة فواحد يكون حذر شوي طبعا الإنسان يعني خلينا نشوف وتلمى الشخص يسألك يبين أنه يسألك بطيبة أم فيه نقطة خباثة بالموضوع فأول شي ننتبه الناس النمط تدخل بخصوصياتنا ونحط حواجز صحية أنه أوكي لماذا تسألني عن شيء خاص فيني ونحن الساعتنا أول مرة تحكي معك أو ثاني مرة تشوف ك ثاني لازم هذا الشخص تقول له لا أنت ما أبيم معك أنه أوكي أنا بعتذر هاي الشغلات خصوصية ما فيني جاوبك عنها أو مثلا أعمل معك أي شيء أوكي فهورا تبلش أنت تحط حد للموضوع أنه هذا الموضوع ما بيناسبني فأنت متى ما بدايت أنه أنت تحط حدود من أول ته فأنت خلاص تحط له حد لهذا الشخص فهو ما عاد يتثرف معك بي يظل حاطة مسافة بينك وبينه متى ما اختبق هاي المسافة فهون أنا ممكن أخاف أخسرها ماذا أخسرها أنا كشخص كصديق أو زميل في العمل الفكرة سادي وين أنا كيف ممكن أحط حدود العلاقة وما خلي سمي تتأثر عليه وبالتالي أحافظ على العلاقة نفسها أو ما في مجال أن تحافظ مع العلاقة ما هو هي الحدود الشخصية أنه أنت تحكي معه بمواضيع العمل بدون تفوت معه بمواضيع شخصية تحكي معه الشيء الهام وبنفس الوقت أي تمادي منه فورا أنت ما بيناسبني وبدأ تكون حازم حازم مع هذول الأشخاص مثل ما حكيت هذول فورا بيبدو بيسألوا عندك بأمور شخصية مباشرة من أول لقاء ثاني لقاء بطريقة غير مريحة يعني متى ما أحس الشخص أنه يسأل عني أو يسأل ماذا هدفه أنه يسأل عن شي شخصي هو لكي يعرف أنت أين المداخل يعني مع مين تروح مع مين تأتي وكيف تتصرف فبدأ يرسم أنه أنت أين المداخل تبعك أكيد النشأة لها دور كيف تكون مثلا نشأة الشخص الذي هو سام أو شخص التوكسك طفولته حتى أثرت عليه وبالتالي استوى أو طلعت منها النتيجة نتيجة شخص توكسك أو شخص سام كمام أغلب الحالات يكون هذا الشخص نشأ فيه بيئة موجود فيها حدا توكسك يعني إما شخص من أخواته أو حدا من عائلته عنده هاي الصفات فهو أخذ هاي الصفات وتكون طبعا العائلة ما فيها جو محبة وتكون العائلة ما فيها جو محبة وجيك شخص عنده هاي الصفات توكسك فهو بتشرب منه وبصير في قلده كيف ممكن نميز بين هالشخص قوي وقيادي وهالشخص توكسك لأن في بعض الناس يحاولوا يسيطر بس القائد في العمل يحاول يسيطر على الموظفين بطريقة تنجز العمل بالنهاية كيف نتطرق بينهم سؤالك كثير حلو الشخص القيادي أنت تتبعه لهذا الشخص و و متحقق الشيء الذي يريدك عن محبة هذا قيادي نعم أنت تحب أنك والشخص القيادي دائما هو شخص معطاء هو يعطي للوظفين يعطي للناس ينصح من محبتك له فأنت مباشرة تمشي مع أهداف أما الشخص التوكسك لا هو يأخذ أكثر ما يعطي بكثير هذا نحظ أن بعض الشخصيات التوكسك أحيانا تجذب تكسك ثاني هو سام شخص سام سمعت مقوله تقول أن أحسن شخص يتعامل مع الشخص وهو سام والشخص السام نفس ثاني يكون سام نفسه صحيح المعلومة أو ماذا صح المهم لأن الاثنين يظهروا بمظهر المثالية والصفات الرائعة لكن هؤلاء لا يكملون مع بعض يعني يمكن تلاقي هم مسجمين فترة لكن بعدين لا يكملون إلا يصبح أهداف مشتركة وهذا يجمعون لكن إذا لا يمكن فتلاقي يوم بعد فترة أعاد لأن أعرف أن هذا شخص تكسك مثله هو شخص تكسك مثل ما حكينا وحكيت حضرتك هو يأخذ أكتر بكتير ما يعطي نعم وتعرف على شخص تكسك مثله فهذا ما سيعطي شي إذا واجهنا به هالشي نقول يا أخي أنت تأخذ أكتر مما تعطي في العلاقة في العمل في العاطفة في الصداقة هو بيعترف هالشي ما بيعترف به الشي هنا في منهم بيعترف بطريقة خبيثة بيقول لك أنه أنا عندي مشاكل وكذا فأنا ما لي قادر أعطي يتعذر أي بيعتذر أنه أنا عندي مشكلة واحد اثنين ثلاثة يا أخي أنت بدأت ما توقف معي وطالب أنك أعطي يعني يحط أعذار أيوة وبالتالي تكون طلباته مبررة تماما تماما تحط أعذار أنه عنده مشاكل عنده ظروف صعبة عم يمر فيها وبالتالي أنت لا تطالب وأنه يعطي بالعكس أنت تكون واقف معه وتعطي أكثر وبالتالي لا يعترف أنه يأخذ أكثر ما يعطي ويحط أعذار وهو يعرف أن الشخص الثاني شخص في النهاية طيب فيوم تعطي أعذار يتعاطف بياك وبالتالي تكمل العلاقة والشخص المقابل يعطي فرصة ما عليه ريالها مثلا هالفترة يمر في ظروف بسامحة وتكمل على علاقة السامة لفترة أطول هل في صفات مثلا شكلية شخصية نقدر نشوف مثلا فيها يعني في بعض الناس تقولك تشوف شخص من البداية تقولك هاي يبين عليه أنه توكسك أو شخص سام في هالصفات مثلا معينة مثلا في حركات في مثلا خلنقول بادي لانجوش حركات جسم أنه تبين أن هالشخص مثلا توكسك أو سام أو هي الدعاء المثالية هي أكثر الصفات التي تبين من البداية تماما شوف الأشخاص التي تجد أن تجد أن تجد أن تجد أخلاق ومثالية مبالغ فيها مبالغ فيها فتقول معقول أن تسأل حالك معقول أنها تخص لها درجة أخلاق عالية ومثالية فهي أول نقطة ترقع الأشخاص الأسكية أنه مثالي وأخلاقي زيادة عن اللزوم تمام طبعا بشكل عام الناس التي تعرف من البعيد لا يبين بالأسل لا يبين وابتسامته خادعة ولغة جسده خادعة هو شخص ذكي أنا أعترف أنه شخص ذكي ويعرف كيف يتعامل مع الناس لكن أسئلته نظرة عينه وهو يسأل أسئلة يعني اللي يدقيق شوي يشوف أنه فيها قد عثي مشكلة تعرف أنه يكون سام مع أشخاص وأشخاص أنا مثلا لو كان هذا الشخص سام وياي يوم بشكي هالشي بصير مثلا أتحرط ويقول مثلا هذا الشخص سام وياي وكذا يقول لك لا ما حد يدعمني أحس أن العوق فيني أنا المشكلة فيني أنا أكمل في العلاقة ويحمل مرة ثانية وثالثة وأعطي الفرص فرصة بعد فرصة زين في أمل أننا مثلا نحن نواجه أن أنت تحتاج مثلا علاج هالشي بيرفضه طبعا لأنه ما بيعترف أصلا أنه عنده مشكلة نعم فأحسن حل هو الابتعاد وبالتدريج عن الشخصية السام حلقاته هالشخص السام أو العلاقات السام بشكل عام معظمها طبعا ما تدوم سواء صداقة عمل أو عاطفة فهو ما يعطي الشخص اللي هو الشخص السام علامة أن المشكلة فيك العوق فيك فلازم أنت مثلا تتعالد أنت قلت أنه ما يعترف بهذا الشيء ففشل العلاقات أو فشل المتكرر للعلاقات هل ما يعطي علامة أن أنت لازم تشوف الموضوع تحل الموضوع الموضوع لنصوبك ما هو هاي الفكرة أنه ما بيعترف أنه أصلا عنده مشكلة وعنده دائما تبرير لتصرفاته يعني دائما الحجة جاهزة أي شيء بتواجه فيه فدائما الحجة موجودة وفورا بلاقي طريقة أنه يحط الزنب عليك وأنت تخليت عني وأنا وصقت فيك هاي من الأسالي اللي عنده للأسالي يعني هي الدعاء المثالية الأسئلة الشخصية اللي هو يسألها تكون هي علامات حتى الشخص أنه يدخل في حياتك الشخصية ويبدأ يدخل وبالتالي يبدأ يحط أعذار وبالتالي يبدأ يسيطر عليك ويتعذرون هالأمور في أمور ثانية مثلا نحذر من هالأشخاص أن هالشخص مثلا سام في العمل مثلا في أمور ثانية مثلا يعني العلاقة يتمتي أنه خلاص ما لها الحل العلاقة الحل هو أن نقطع علاقتنا بهالشخص أو نحط الحدود هو أحسن شيء بموضوع العمل هو أنك أنت تحط حدود بهذا الشخص طالعا حطيت حدود فتظل علاقة جميلة وحيطرف معك أنه مثالي نعم حيطرف معك بالمثالية وخلاص في لك أنه هذا الشخص كشفني ويحط لي حدود فخلاص خليني معه زين بلاقي شخص ثاني بيعمل معه يعني الحدود إذن نحن حطينا حدود لهالشخص خلاص بالتالي ممكن أن تتعدل العلاقة ويكون إنسان خلنا نقول إنسان سوي والعلاقة ظاهريا طبعا لأنه ظاهريا في حدود فبالتالي هيتصرف معك بحدود العمل ومستران الشخص هو اللي بدي يحط حدود ويكون حازم من أولتها فبيتصرف معك زين ويكون معك تمام بس أنت بتعرف أنه هذا الشخص هو يتصرف بس لحتى يمشي العمل وتمشي الأمور وحيكون قدامك مثالي بس فيه أكيد هيلائقي شخص ثاني ويمارس يعني أنا إذا شاف أن الشخصيتي أنا حطت لحدود بيتموا إياي خلص العلاقة تستوي طبيعية كل فترة مثلا ممكن يرد مرة ثانية حق السمية في العلاقة وبالتالي أردنا مرة ثانية أحطل لحدود حتى أني أقوم مسار العلاقة مثل ما يقولون صحيح؟ تمام هو مصلحته معك عالية فهو كل فترة بيحاول أنه تجاوز هذه الحدود وي مصلحته وإياي عالية هذه تقريبا ممكن نقول خلينا نقول عنها أنه موجودة أكثر شيء مثلا في الدوام أو في العمل وكذلك في العلاقات العلاقات الصداقة مثلا في علاقات مثلا العاطفية أو الأزواج أنه كيف ممكن تكون أصلا مصلحته ويهاي مثلا عالية ويتم على هالحال رغم أني أحطل حدود بالزواج تم الزواج وأصلا هو تزوج الشخص التالي لأنه عندهم دارك من هذا الشخص سيحقق للمطالب تباعي هي حالة استنزاف مستمر وبتلاعي نشوف الشخص اللي هو بعلاقة ارتباط أو بعلاقة زواج مع شخص توكسك نشوفه مستنزاف طاقيا مكتئب حالة نفسية سيئة وكمان بتلاعي عنده مشاكل جسدية تانية موضوع ممكن ضغط أو سكري أو مشاكل قلبية أو قليلا نقول مشاكل نفسية تأثر على أستوي عنده بعد مشاكل عبوية بعد تثبت أن النفسية تعبانة أغلب الوقت تماما تتعامل مع إنسان تحاول ترضي قدر الإمكان ولكن في النهاية هذا الإنسان لا يرضى ويحملك أنت الذنب تفس أنت في علاقة إنه ماذا تفعل تماما تماما فتلاعي هذا الشخص صار غريق ما عاد يقدر يطلع من الأسف تصير علاقة زواج موضوع جدا معقد يعني لهذه العلاقات بموضوع الصحة النفسية الشخص اللي طالع من علاقة سامة قد يأخذ وقت أطول يعني يضعف من الشخص اللي كان سامة يوجد علاقة وانفصل عنه ساذي قبل أنتقل للنصائح نوجه للناس أو العلاقات هذه بشكل عام نتكلم عن موضوع المهم اللي هو ماذا العلاج النفسي يطرق ماذا طرق العلاج النفسي حتى نعالج هذا الشخص اللي هو المشكلة بس خيان أول الشخص اللي هو تمارس عليها السمية أكيد بده يعرف أنه طالما أول شي لازم يعرف أنه هي العلاقة سمية هلأ نحن كيف ننصح واحد مثلا انت شخص من أصدقائك أو شخص أنت تعز هو داخل بعلاقة سمية وعن يستنزف أحسن طريقة لهذا الموضوع أنك تكتب على دفتر أو تجيب أي شي صفحة تكتب عليها أنه كيف كنت قبل تدخل هذه العلاقة أو الصداقة وكذا وكيف صرت هلأ أو كيف صرت الحين فلما تكتب له هون أنه أنت كنت كذا وكنت كذا كذا كنت شخص سعيد كنت شخص سطحك هلأ أنت مثلا مكتئب مع ضحكت كذا ويحس الفرق فأنت بتفتح لوعيه أنه أنا كنت هيك وصرت هيك بعد ما تعرفت على هذا الشخص أو هي الإنسانة نصايح يوجهها للناس اللي هم فيها العلاقة أول شي لا تتأملوا أن الشخص الثاني اللي هو الشخص السام أو التوكسك يتغير لأنه هاي صفيت شي جزء من شخصيته هو أصلا يتغير غالبيتهم طبعا مو كله فلا تتأمل مع الشخص الثاني ما بيتغير غالبا غالبا ما بيتغير لأنه هي صفة صارت جزء من شخصيته يفضل أنك أنت تبعد عنه شوي شوي لأنه إذا بعضت عنه ب فجأة ستصبح مشاكل كتير يفضل تبعد عن هذا الشخص شوي شوي وطبعا هذا الموضوع أكيد مستشار صحة نفسية تجلس مع الشخص له علاقة موضوع علم النفس حتى يساعدك أنك تطلع أنه حكينا العلاقات السمنية هي العلاج تبعا فترة أطول من أي شي ثاني من أي مشاكل ثاني نفسية وأهم شي الواحد يبدأ بنشاطات جديدة مثلا الشخص تطلع مع علاقة السمنية أنا بنصح أول شي تسجل نادي تسجل أسباحة تسجل ركوم تلع نفسك تشتغل نفسك في هذه فترة طالما تتركه مع نفسه فهو يبدأ يفكر ويتعذب أكثر تعطيك العافية الدكتور النفسي أستاذ عمر الحلبي شكرا أن تواجدك اليوم فتنة المعلمات تعطيك ألف عافية الله سلمك يا رب شكرا جزيلا شكرا